مشاريع الماء والكهرباء وبناء المدارس في قضاء القائم والتي مولها صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية الأبرز في أجندة وفد الصندوق الذي يزور المدينة للوقوف على نسب الإنجاز وسير العمل فيها قام صندوق إعادة الإعمار بالعديد المشاريع تنفيذها خلال خطوطها العامة 17 و 18 و 19 منها أيضا مستشفى القائم وردها المشتركة في قضاء القائم وكانت جولة ميدانية للمشاريع وطلع على سير العمل وكان عمل بصورة جيدة عندنا حاليا 19 مشروع في عدد من القطاعات مثل القطاع الصحي وقطاع التربوي والقطاع محطات الوقود ومحطات الماء وتبليد الطرق وهذا ما كان يقدمنا الصندوق كما ذكرت الصندوق إلى بصمة كبيرة في قضاء القائم نتأمل من سيد مدير الصندوق الدكتور مصطفى الهيتي دعمنا بمشاريع أكثر وأكثر نسب الإنجاز في أغلب تلك المشاريع وصلت إلى أكثر من 57% وتحديدا في مشروع الأقسام العلمية في قضاء القائم التابع لجامعة الأنبار وبتكلفة تجاوزت الأربعة مليارات دينار مشروع حدم وعدة إنشاء بناءت الأقسام العلمية لكلية التربية القائم وهدم وعدة إنشاء بناءت الأقسام العلمي الدراسية القسام الداخلية للطلاب في كلية التربية القائم العمل متسارق وتواصل ليلة ونهار من أجل إكمال مشروع ضمن المدنة المحددة مباشرة بمشروع هذه معادة بناء مدرسة الأمالي 18 صف في ناحية الكرابلة وطبعاً العدد المستفيدين من هذه المدرسة يصل إلى حد 400 إلى 500 طالب الأنبار التي تضررت بناها التحتية كثيراً من تدمير متعمد من داعش الإرهابي أعيد بناء وإعمار عدد من المشاريع الحيوية في أقضية المحافظة